امبارح كلنا شفنا وتبعنا كل أطياف الأسرة المصرية بمختلف انتماءاتها الاجتماعية والسياسية اتجمعوا على مائدة إفطار واحدة حضرها السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي تكلم طبعا عن كل الموضوعات والقضايا اللي بتشغل الرأي العام وأكد على مجموعة كده من الرسائل الخاصة بأولويات العمل الوطني زي الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإصلاح المصار الاقتصادي اللي بتقوم على توطين الصناعة والتوسع في الرقع الزراعية بالإضافة أيضا إلى زيادة الاستثمارات حفل إفطار الأسرة المصرية اللي تبعناه مبارح وكلام سيادة الرئيس هو نعكاس لفكرة المصارحة اللي دايما بيتكلم بها الرئيس السيسي في كل المجالات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو حتى اجتماعية ويمكن مبارح كان فيه تركيز كبير على توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية وكمان وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني يمكن شفنا في الصدارة منها توفير الحياة الكريمة من خلال توفير بيئة تعليم جيد خدمات صحية خدمات لائقة سكن كريم كل دا شفناه وتابعناه الفترة اللي فاتت كمان حالة الحوار الوطني والنقاش المجتمعي هي محل اهتمام كبير عشان كده سيادة الرئيس أكد على دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي اللي بدأت منذ إطلاق دعوته للحوار الوطني في إبريل من عام 2022 واللي نتج عنها مجموعة كبيرة من التوصيات وصلت لتسعين توصية ومقترح في المرحلة الأولى والوجه سيادة الرئيس الحكومة بتنفذها مع الاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على كافة الأصعاد صواء السياسية أو الاقتصادية أو حتى المجتمعية احنا النهاردة حيكون معنا فقرة بنتكلم فيها عن رسائل الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية والتوجيهات الخاصة بالملفات الاقتصادية والحماية الاجتماعية واستمرار الحوار الوطني بمشاركة كل أطياف الشعب المصري مرة تانية بنسبح على حضرتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر